اشتركوا في القناة شاب يطعن وباه سبع مرات بسبب خلافات عائلية نمساوي يعترف بإحراق عدة أماكن بينها مطعم في فيينا وشركة ريدبول تحقق نموا على مستوى العالم من النمسا ميديا وحييكم وانقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم أظهرت بيانات وزارة الداخلية النمساوية أن عدد طلبات اللجوء في النمسا لعام 2023 قد انخفض بنسبة 48% لما يصل إلى 58 ألف طلب وبين التقرير انسح بحوالي 30 ألف طالب لجوء من الإجراءات الأولية ومغادرتهم للنمسا ورغبتهم في اللجوء إلى دول أخرى وبقي السوريون الأكثر تقديما يليهم الأفغان ثم الأتراك وتمت الموافقة على أكثر من 16 ألف طلب لجوء مقارنة بـ 13 ألفا في العام السابق وفي نفس الوقت صدر 60 ألف قرار سلبي في 33 ألف حالة إضافة إلى أكثر من 12 ألف حالة ترحيل أعلنت حكومة فيينا عن طرح تحسينات في دعم الإيجار وذلك بعد مراجعة شاملة وتتضمن التحسينات توسيع نطاق المستفيدين وزيادة مبلغ الدعم وتهدف هذه التدابير إلى تخفيف تكاليف الإيجار خاصة للأسر حيث يتوقع أن يحصل كل من الأم أو الأب الذين يربون أطفالهم لوحدهم ويدفعون إيجارا قدره 650 يورو على 361 يورو بزيادة 120% عن السابق وتطبق هذه التغييرات اعتبارا من 1 مارس مع إطلاق دعم يخصص للذين يواجهون تهديدا فوريا بالفق بينهم متلقي الحد الأدنى من الدخل أعلنت وزارة الثقافة عن البدء بتقديم طلبات دعم تكاليف الطاقة للمنظمات الخيرية والتطوعية والدينية بهدف تخفيف الأعباء عنها وسيتم دفع تكاليف الطاقة الزائدة لعام 2022 بنسبة 30% ولعام 2023 بنسبة 50% بأثار الرجعي وذلك بعد التخصيص ما يصل إلى 140 مليون يورو من الحكومة وأكد نائب المستشار فيرنا كوغلا على أهمية هذه المنظمات في تعزيز التلاحم الاجتماعي مشيرا إلى تقديم الدعم لتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة أقبل شاب يبلغ من العمر 22 عاما على قتل والده بسبع طعنات في منطقة أوبرنبيرغ أم إن النمسي العليا وكانت الخلافات العائلية قد اتسعت بينهم وانتهى النزاع بين الأبي وابنه بمأساة حيث قام الابن بقتل والده البالغ من العمر 59 عاما واعتقلت قوات الشرطة الكوبرة الابن واقتادته إلى الحجز وكان الشاب قد تم فرض حضر دخول عليه إلى منزل عائلته سابقا ولكنه قرر زيارة والديه صباح الجمعة وحصلت الجريمة اعترف نمساوي يبلغ من العمر 46 عاما بإضرام عدة حرائق كان آخرها في مطعم بجزيرة الدانوب في فيينا قبل أيام واعتقل الرجل الكونه مسؤولا عن حرائق أخرى في المنطقة يوم الأربعاء في كاكران بلاتس في منطقة دوناوشتاد في فيينا حيث حددت هوية المشتبه من خلال كاميرات المراقبة وقر النمساوي بتورطه أمام الشرطة ولكن دوافعه لا تزال غامضة وتم ربط الرجل بحرائق أخرى في نفس المنطقة على جزيرة الدانوب في العامين الأخيرين حققت شركة ريدبول لمشروبات الطاقة أرباحا قياسية في عام 2023 حيث ارتفعت إراداتها بنسبة 9% لتصل إلى 10.56 مليار يورو وتم بيع 12.14 مليار علبة من المشروب الشهير على مستوى العالم بارتفاع 4.8% عن العام السابق ويعزى النجاح إلى تطور المبيعات وإدارة التكاليف الفعالة للشركة حيث تشير استراتيجية المستقبلية إلى التوسع في أسواق غرب أوروبا والولايات المتحدة وبلدان نامية وقد وصل عدد الموظفين فيها إلى ما يصل لـ 18.177 دولة بنهاية 2023 كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق فقرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا أسامة زهير ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة